يا هلا اشباب بحلقة جديدة من شرحات ارك للمبتدئين او باحرة بين كسين للناس الجديدة الجدد باللعب اليوم يا شباب راح اكون نشرح كيف تصنع هذول الشغلات اللي عندك اللي هي عندك البارود دلو الريحة سبينكن بودر واخر شي معنا اليوم الناركو تيك وتبعد نستمينا الناس اسمها بالضبط بس هاي نكون لنا استميت تمام شرح اول شي يا شباب عشان نصنع هاي المادة عشان نصنع نصنع هذول لازم نفتح لازم نصنع قطعة القطعة هاي كيف تصنعها من ناحية كرافت كبير ما نعمل كرافت طبعا انت كبداية انت مش ملفي الحالك تمام لما تلفي الحالك مع الوقت ندخل على ثالث منطقة الشباب هاي مناطق اللي فيها الليفلات يعني بمعنى كل ما تلفي في انتم بجوز عندك لحد سبعة لهيك او ستة تقريبا او خمسة يعني في بداية اللعبة بس لما تلفي بصير يفتحوا لك شغلات ثانية جديدة وانا طبعا اه الليفل مية فاتشوف كدهش مفتوح اللي عندي هنا اه مية يعني طبعا طبعا مية يعني ايش يعني ايش يعني اوكي تمام حسا كل انت كل ما تلفي بعطوك نقاط نقاط هايين هان انا عندي نقاط كثيرة اه في مارة كويس طبعا النقاط مارة مهمة جدا ليش لانه انت بتشتري فيهن مخططات لحتى تسمعهم لحتى تلعب وتتروض هيك مبدأ اللعبة اوكي شباب فيعني مثلا اه مثلا هاي بدي هاي ضروري مثلا بحي محتاج تمام نقاط لاحظين هناك تزوم شوف هنا راح هاي اول مفتح راح تخصم منها شوف فتحنا خصم اوكي شباب هاي هيك مبدأها طبعا فيه شكلتين لازم تعرفون فيه من هين شوف فيه من هين موجودات عندك تقدر تسمعها فيه من هين ما بتلكين عندك بل الفتحنا ياسه مش موجودة عندي ليش دعني نرجع عليها كمان مرة لاحظة هان شو مكتوب لاحظة شو مكتوب هانا يا شباب مكتوب هانا سميثي يعني هاي بتنصنع بالسميثي وسميثي وين ها هاي ها شايفين الشباب انا طبعا انا فاتح من كبير وصنعها فتلاحظين راح المخطط يجي هانا لو اه لش ما شابين اه ندور عليها اه هاي شايفين الشباب بتصنعها في السميثي زي ما تلاحظين محتاج اه شو حبة اه فنت واحدة وحبة صخر واحدة لحشان نصنعها فهو شو بنعطيه بنعطيه لغراض في السميثي وبنصنع بتعمل الكرافت هيك شفت كيف طبعا الكرافت من هاي الجهن زي ما تلاحظين وهي صنعناه بس هاي كل المبدأ طيب عصرنا نيجي الشغلات المهمة احنا نفتح قطعه عشان نقدر نصنع البارود وكذا تمام لأول قطعه من عنا هي بليفل ست بتصنعها بعد ما تصنعها خلينا بلا نشوف اه اي قطعه من خططات انت فاتحنا عندك سنة سنة لاحظ ما انت اول ما تفتح هيك لأمنتور للك تفتح الشي انت بتلكي هيك لما تكفيز على منطقة الكرافت اي اشي فاتح باللعب ما بتطلب انك تبنيه في سمتي او في قطعه ثاني اسمه فابريكيتر بتلكيين عندك انت تمام فانا قردي عندي هذول عندي هذول المخططات هاس كل مخطط ناقصوا موارد عشان هيك تلكيين معتم اي مخطط ليونه سكيني شفاف او يعني منور يعني بشكل عام يعني هالمواد اللي عنده كافيات تقدر تصنع شفت كيف فاحنا اريد ان نصنع هاي القطعه عشان نقدر نصنع الموارد اللي نحتاجين تمام نحطه في اي محل منياء عادي في اي محل تقدر تحطه حيث تقدر تحطها فوق طاولة تمام نفتحها عنا هذول مخططات عنا هذول مخططات هاس المخططات كيف تجيبين برضو نفس القصة تيجي على هاي بتفتحها ليفل ستة تيجي على سباكن باودر تفتحها بليفل ثماني بتروح على ليفل احداش بتلاكي هاي موجودة هنا ليفل ثلاثتاش بتلاكي سباون موجود في هاي منطقة اه وليفل ستتاش بتلاكي في دلو الريح تمام شباب تفتحين كلهن وهيك بيبين عندك هسا بنيجي اول واحد الناركوتيك الناركوتيك يا شباب اول شي شوفها ويدها وكيف تصنعها طيب هاسا يا شباب بنيجي منفتح الشنتي منروح على شخصية اللاعب زي ما تلاحظين التيربور يا شباب شوفها هاد المنطقة اخر المنطقة اللي هنا التيربور بمعنى انه التخدير هسا هاي زي ما تلاحظين هادا دلو الريحة يا رب النركوتيك لما توكيها بتروش اصير كعب بزيد عندك هذا التخدير لما يزيد تقريب النص بغم عليك وبتنام هاي اول واحدة شو بتعمل طبعا بلاش تنقص هسا اه تخدير بلاش تنقص ثاني واحدة معنا اليوم شو فايتها هاي اه اول شي هي بتكلت بتنقص التخدير اربعين بالمية وبزيدو وبتعطشك خمستاش خمستاش بطعطشك يعني لو تشرب مثلا انت انت تقدرت واحد من الطريبات تقدرك شفت نكسط بسرعة هسا هادا خلصنا من هين ضايل اهم ثالث تبا حدي مني معنا هاي الريحة دلو بالريحة هاي يا شباب اذا استعملتها شوف بتلسر عليك دخني هاي الدخني زي الدفاع مو دفاع يعني انو ما بتتدمج لا هاي تعملك زي اه تكون خفي عن الحشرات اللي انو فيها حشرات معينة لازم ترووذهن بحط الخفي بيش برضو نفس الاشي اه عشان ترووذهن لازم ما يهجم عليك اه ما يشوفنك ما ينتبهن لك عشان تعف ترووذهن اذا انتبهن لك ما بتقدر ترووذهن نهائيا طيب يا شباب احنا نبلش اول واحد منا اللي هي دلو الريحة دلو الريحة شباب محتاجين ليمون جزر فرو الفرو بتجيبهم منك تقتل الدبابة تقتل تقتل الدبابة تقتل مموت تقتل كناديس هسا بنجيب هاي شو نعمل هاي بس هادا دلو الريح شو محتاج اثنين ناركوتيك اربع ليمون اربع جزر فانت بتعمل هيك بتحط الليمون وتحط الفرو وتحط الناركوتيك وهيك نقدر نسمع منها كرافت طيب يا شباب اختصنا من الوقت بعد ما عملنا لها كرافت زي متشفين هاي تبعت الريحة امو انتو تشوفت كيف تنعمل اه برضو من الفوائد هاي اللي من فوائدها انه مثلا هادا فش الريحة مثلا بتعمل هيك تمام هاي اللي شايفين تضيب عليه الريحة برضو زي طبعا هاي المادة يا شباب بعد الوقت تخرب فهين شو بتعمل بتحطها في التلاجة بس كل قصتها انا احاط لها دول في التلاجة عشان البيض ما يخرب هاي اللي شايفين خط ناقص بصوص في التلاجة بصير ملان برجع ملان وهي اللحم الخربان نحطها برجع ملان انه مادة راح تتلف بس يا شباب هاي بتقعد فترة بعدين تخرب لانه الثلاجة ما بتحاوط عليهم للابد اوكي شباب طبعا هاي ثلاجة مش ثلاجة عادية ثلاجة خاصة راح اشر لكم اياها لبعدين بس في شكله مهم جدا لهاي الثلاجة طيب هسا منروح على الشغل الثاني اللي هي سبانغل باودر سبانغل باودر يا شباب شو محتاج فنت وحجر فنت وستون فنت وستون بتجعم مائن من الحجار لما تكسر الحجر لما تكسر الحجار بعطيك فنت وبعطيك ستون تيجي تحط نهانة تمام تطحن طبعا هاي يا شباب فايش المادة تحتاجها كاوكود لهي الثلاجة وبرضو بتقدر تستعملها لما تحط باودر بتقدر تستعملها كاوكود بيتولع فيها النار